ما يخص تذكر المونديال؟ تذكر المونديال قلنا جميعا بأنه كان واحد المجهود استثنائي باش توضع التذكر رهنا إشارة الجماهير المغربية التي بطبيعة الحال قامت بمجهود جبار لمساندة الفريق الوطني وتنقلت من مختلف ربوع بيقاع العالم ماشي غير من المغرب باش تساند الفريق الوطني وهذا حق طبيعي أكيد أنه بنرجعش للتفاصيل تعالبيعة التذكر المونديال اللي عنده واحد المسطرة معينة توقعات تعالج مهور المغربي كيف كانت توقعات الرياضية بشكل عام أن الفريق الوطني ما غديش يخطك المسار الناجح والوصول انتعول دور النصف النحي تقامت مجهودات استثنائية في عين المكان باش تعطاه أكبر عدد من تذكر للجمهور المغربي وفي بعض المباريات تجاوزت 15-16 ألف تذكيرات اللي ما نرجعش للتفاصيل كان بعض الأشخاص استعملوا هاد أو انتهزوا هادية الفرصة ومارسوا نشاطهم اللي مول في انتهي مارسوه واللي هو الاسترزاق والاسبريدورانت يعني أي حاجة الاستفادة من كل الظروف حتى الآخر الظروف اللي تتكون صعبة وفي هالإزم فتنحنا تحقيق داخل الدواليب انتع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الهيئات القضائية كما التزمت بذلك وتوصلت باتقرير كله يجمع على أنه كانت مجموعة من الاختلالات وحددت الدوائر التي كانت فيها الاختلالات فتحة بموازات مع ذلك فتحة حقيق قضائي ما زال مستمرا وأنتم تتعرفو تشعوبة تنتعو إن هذه الدوائر هي أكثر اتساعاً مما كنا نعتقد والنتائج تنتعو ستصل في المراحل القليلة المقبلة والإجراءات التي نعلنها هي التي ستتم بكل وضوح بكل شفافية نهاية المسار من النشاط الرياضي لكل من سوى لتلفه نفسه أن يتدخل بشكل أو آخر في هذه العمليات التي لا تموت الأخلاق الرياضية بصلة ولا للوطنية بصلة وبطبيعة الحال ستكون هناك مجموعة من المتابعات القضائية سنعلن عنها وعن لا إجراءاتها بكل وضوح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر